انا بيكم النهاردة شباب تاني عدادي النهاردة في الفيديو الجديد اللي بقدمه لكم في بتاع وطبعا قبل ما اقول اسم خلي بالك معايا ان احنا شرحنا قبل كده طبعا كان طويل شوية كان في بشكل طبعا الاثبات والنافي والاستفهام وكان طبعا عليه او الكلمات اتدل عليه حسب قوتها والاخر وبقى ترجع تقدر ترجع طبعا للبلايليست اللي هي بتاعة اه في منهج تاني عدادي في في منهج السنة دي. موسيقى خلي بالك كمان معايا ان ان شاء الله النهاردة هنبتدي يونيت تو بعد ما عملنا ريفيجن على يونيت وان اتمنى تكوني ريفيجن عجبتكو لو عايزين ترجعو لها ارجعو لها في اليوتيوب بتاعتنا قناة كلام انجليزي. النهاردة ان شاء الله هنشتغل على وهنتناول معانا الجزئية الاولانية وهي طبعا خلي بالك معايا احنا اخدنا قبل كده وهو زمن المضارع البسيط. النهاردة هناخد او ساعات بيسموه تنسي اللي هو زمن المضارع المستمر. تمام كده? طيب البرزن كونتينيوس معايا ده هو بالروحة كده بيتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي. يعني مثلا ما اجا اقول لك انت بتعمل ايه? فانا هقول لك مثلا ايام واتشين تي في ناو. بتفرج على التلفزيون دلوقتي. طب هي بتعمل ايه دلوقتي? بتاكل دلوقتي. مسلا يعني انا بتكلم على فكرة انك انت بتعمل ايه دلوقتي? فانا بقول لك انا بعمل الحاجة دي. يبقى يا شباب تاني عدادي بتكلم على اول استخدام له وهو عن حاجة بتحصل دلوقتي. في الوقت الحالي. مش كل يوم او مش حاجة فاتت او مش حاجة جاية. لكن بتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي. وديتك عليها مثال زي ما انا قلت مثلا انا بقرأ قصة دلوقتي. فاهمين قصدي? ده بالنسبة ليه الاستخدام ليه خلي بالك معي ان انا كمان بتكلم على حاجة مهمة في وهو الفورم. الشكل يا اولاد بتاعه. شكل بيتكون من ام واز وار. طبعا احنا عارفين ان فيربي في بتاخد ام. هي هي ات بتاخد از. ويو بياخده ار. وبعد كده بحط او الفعل بضيف له بعد كده اي ان جي. طيب لو انا حبيت اقول مسلا. they are playing tennis now. I am cooking pizza now. مسلا نقول تاني. she is drawing a picture مسلا at the moment. هي بترسم صورة او she is drawing something at the moment. بترسم حاجة مسلا في اللحزة دي. اخلي بالي بقى معي من نقطة مهمة جدا. وهي ان الفعل اللي انا بضيف له آي ان جي لازم يبقى ليه شكل معين. يعني هل اي فيرب احط له آي ان جي يا ولاد وخلاص? لا. طبعا في بحط له آي ان جي وخلاص. زي لكن كمان فيه تانية بتنتهي بالي. فبالتالي نما اجي حط آي ان جي. كراس اي بلغي ال اي وحط آي ان جي. زي مثلا عندك موف بينتهي بالي. كراس اي بوت آي ان جي موفينج. سمايل يبتسم. كراس اي بوت آي ان جي سمايلينج. درايف يسوق. كراس اي بوت آي ان جي درايفينج. فاهمين الفكرة? طيب هل انا ممكن يبقى عندي بتنتهي مسلا بعد تمام? بس قبل ما ما خش في الحتة دي لازم افكركوا افكركوا ان هي الحروف غير اللي احنا عارف لهم في الانجلش. هما الخمس حروف دول. دول اسموهم في الانجلش. غيرهم بقى بساميهم اللي هما الحروف الساكنة. زي البي والس والدي والاف. وبقيت الحروف معادة الفايف اللي هما الخمس حروف المتحركة. طب لو انا عندي فيربي بينتيب حرف ساكن بعد حرف واحد متحرك بعمل ايه? بقى. بضبل او بعمل الحرف الاخريني ده بعمله مرتين واحط عليه اي ان جي. اجيب لك امثل. اخروا بعد او وان ذاول. عشان ده بعد او ده وان ذاول فانا هقول ستاوبينج. فبالتالية تبقى ستاوبينج. تمام? زي بلان. هي بلان طبعا كانون اسم معناها خطة. وفرب معناه خطة بلان. طبعا هنا بلان ان كونسلنت. اخر حرف. بعد الاي ده وان ذاول. فبالتالي ان هعمل دابلنج للان هدبل الان وخليه دابل ان وبعد كده حط اي ان جي. بروح بعد كده شباب على نوعيد فربات تانية او افعال تانية بتنتيب كونسلنت. بس بعد او اكتر من فاول واحد. فبالتالي هيبقى التصرف كالادي. لو انا عندي فرب زي كلين ينظف. سي او اي اي ان. هنا الفرب عندي بنتيب كونسلنت ان. طيب قبلي فاول واحد ولا اكتر من فاول. لو فاول واحد كنت هدبل الحرف الاخراني اخليه. لكن هنا اتنين متحركين. فبالتالي اي هاف تو كيب ان دين اد اي ان جي. هسيب الان زي ما هي وحط عليها الاي ان جي عادي. تبقى من غير خالص. الفوز بقى شباب اللي هي اخر هواي. سواء قبليها كونسلنت او قبليها فاول. فهي الفكرة ان انا عمري ما هغير في الواي. طبعا مش زي فكرة ان انا كروس الواي بعد الكونسلنت وحط اي اي اس. او في الواي وحط اي اي دي. لا. هنا الواي هتفضل موجودة. ايضا سواء بعد الكونسلنت او بعد الفوز. يعني عندي بلاي واي افتر فاول هتبقى بلايينج واي عادي اي ان جي. طيب ستادي يذاكر واي افتر كونسلنت اللي هو الدي لان ما فيش كروس ولا حاجة للواي. هتبقى الواي از اتز بلاس اي ان جي. فتبقى ستاديينج. بالواي زي ما هي. مع الاي ان جي. اخر كيس معايا في الفربس يا شباب اللي هو لو الفرب عندي بينتهي بالاي اي زي يعني ينام او يجدب او يرقد على مكان يعني. ضاي يموت طاي يربط. الفرب ان دي كلها بتنتهي باي اي اي. تفتكوا لما حب حط عليها اي ان جي. هل هاعمل كروس للاي? هلغي الاي بس? ولا هلغي الاي اي. هنا كروس اي 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 ها. هشطب على الاي اي واحط واي اي ان جي. يبقى لاينج. داينج. تاينج. هيبقى الاسبيل زي كده. ال واي اي ان جي. تي واي اي ان جي. دي واي اي ان جي. بخش بعد كده على حاجة تانية. بخش بعد كده على حاجة تانية وهي. زي ما لديتك جملة كده على او المضارع المستمر في شكل الاثبات لازم اقول لك منه. فانا لو قلت مسلا بيشرب قهوة دلوقتي. فبالتالي هيبقى هو مش بيشرب قهوة دلوقتي. فاهمين قصد ايه? يبقى الام هتبقى ام ناط وال ايز از ناط والار او ناط. ده شكل في. لما حب اروح بقى على السؤال. ممكن اخد سؤال سهل جدا واقول هل بتلعب فوتبل دلوقتي? فانا قدامي ان انا اجاوب باربع اجابات. ممكن اقول قوي. يس اي ام. او يس اي ام بلاينج فوتبل ناو. نو اي ام ناط. او نو اي ام ناط بلاينج فوتبل ناو. زي ما اتكلمنا في البروزن سيمبل قبل كده ان انا ممكن يبقى عندي يس شورت انسر. نو شورت انسر. يس لونج انسر. يس شورت انسر. يعني عندي كل انواع الانسرز المتاحة في البروزنج كونتينيوس. يس اي ام. يس اي ام بلاينج فوتبل ناو. نو اي ام ناط. نو ام ناط بلاينج فوتبل ناو. بخشي بعد كده على الكي ووردز وهي الكلمات الدلة على زمن البروزنج كونتينيوس وهي كالقاتي. طبعا لازم افرق ما بينها ويوجولي وصمتايمز ووالى اخر بقية الكلمات ده كان تقدر ترجع للدرس في اليوتيوب بتاعتنا كلام انجليزي. ودلوقتي تقدر تروح على الكي ووردز بتاعت البروزنج كونتينيوس وهي دول كلمات من في كمان اساسية زي لك. لسن. واسمعو. تقدر تحط الفربات دي في اي جملة لازم يبقى فيها الفرب في البروزنج كونتينيوس. ممكن اقول كده. I am drinking tea now. She is playing tennis at the moment. Look. He is reading a story. Listen. She is singing a nice song. Smell. My mother is making delicious cake. واو. اوكي. Now some words تانية في اه في I am visiting my family today. كمان ممكن استخدم still. ما زلت. انا لسه شغال. فممكن مثلا المستر يقول لي او الميستر يقول لي. Have you finished your homework? خلصت بتاعك. فانا لسه ما خلصتش او لسه شغال فيه دلوقتي في فهقول. I am still doing it. I'm still doing my homework. انا ما زلت شغال او لسه بشتغل في بتاعي. جملة كده بسيطة اقدر اقولها في نهاية الفيديو. I can't talk to you. انا مش قادر اتكلم معاك. because تقدر تقول لي. because I work hard now. ولا I am working hard now. طالما انا مش قادر اتكلم معاك او مش اقدر اعمل الحاجة دي. طبعا هيبقى because I am working hard now. or I am doing my work now. المهم يبقى في شكل اللي هو بيتكون من الام والايز والار مع النهاردة ان شاء الله في الفيديو ده هيبقى شرح. واستنانا ان شاء الله في الاسبوع الجاي. هيبقى معاك هيبقى كده ما بين اللي كان في اليونت الاولى اللي شرحنا. مانا تكون استفدت من الفيديو.